أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية ثالث ابتداء الفصل الدراسي الثاني المادة لغة الجميلة موضوع الدرس مراجعة الوحدة السابعة من علماء المسلمين إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الشمري يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية أولا تسمية عدد من علماء المسلمين ثانيا صياغة جمل تعبر عن دور العلماء ثالثا التعرف على المخترعات فهيا معا لتحقيق هذه الأهداف عزيزي الطالب عدد ثلاثة من علماء المسلمين ما الإجابة؟ نفكر قليلا أحمد بن حنبل أحسنتم إجابة رائعة ما الإجابة الأخرى؟ نفكر قليلا جابر بن حيان أحسنتم إجابة موفقة ما الإجابة الأخرى؟ نفكر ابن ماجد أحسنتم إجابة رائعة نشاطات التهيئة عزيزي الطالب أصنف المخترعات التالية في الجدول عزيزي الطالب إلى ماذا ترمز هذه الصورة؟ وفي أي زمن؟ الخيارات الخيار الأول في الزمن القديم الخيار الثاني في الزمن الحديث ما الإجابة؟ نفكر قليلا الطاحونة في الزمن الحديث أحسنتم عزيزي الطالب إلى ماذا ترمز هذه الصورة؟ وفي أي زمن؟ الخيارات الخيار الأول في الزمن القديم الخيار الثاني في الزمن الحاضر ما الإجابة؟ نفكر المصباح في الزمن الحديث أحسنتم إجابة رائعة عزيزي الطالب إلى ماذا ترمز هذه الصورة؟ وفي أي زمن؟ الخيارات الخيار الأول في الزمن الماضي الخيار الثاني في الزمن الحديث ما الإجابة؟ ما الإجابة؟ نفكر المصباح في الزمن القديم أحسنتم إجابة موفقة عزيزي الطالب عزيزي الطالب إلى ماذا ترمز هذه الصورة؟ وفي أي زمن؟ الخيارات الخيار الأول في الزمن الماضي الخيار الثاني في الزمن الحديث ما الإجابة؟ ما الإجابة؟ نفكر آلة الخيارات في الزمن القديم أحسنتم إجابة موفقة أسد البحر ابن ماجد عزيزي الطالب أضع علامة صح للإجابة الصحيحة اللقب الذي عرف به أحمد بن ماجد الخيارات الخيار الأول أسد الغابة الخيار الثاني أسد البحر الخيار الثالث أسد البري ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا أسد البحر إجابة رائعة أحسنتم وصف ابن ماجد في مؤلفاته الخيارات الخيار الأول البحر الأحمر الخيار الثاني البحر الأبيض الخيار الثالث البحر الأسود ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر البحر الأحمر إجابة صحيحة أحسنتم قضى بن ماجد في البحر الخيارات الخيار الأول عشرين سنة الخيار الثاني أربعين سنة الخيار الثالث خمسين سنة ما الإجابة الصحيحة؟ نفكر قليلا خمسين سنة أحسنتم إجابة موفقة عزيزي الطالب أصل الكلمة في القائمة ألف بمعناها في القائمة با فاق والده الخيارات الخيار الأول صار أفضل منه الخيار الثاني المنتشرة ما الإجابة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا ثاق والده أي صار أفضل منه أحسنتم السائدة ما الإجابة؟ نفكر المنتشرة أحسنتم إجابة رائعة عزيزي الطالب أكتب أمام كل كلمة ضدها عزيزي الطالب قبل أن نجيب ما المقصود بالأضداد؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا أي عكس الكلمة ما ضد ليل؟ نهار ما ضد طويل؟ قصير أحسنتم مجهولا مجهولا ما ضد مجهول؟ نفكر ما الإجابة؟ معلوما أحسنتم إجابة موفقة أبو الكيمياء جابر بن حيانة عزيزي الطالب أكمل الفراغات بما يناسب أولا لجابر بن حيانة عديد من الاختراعات منها ما الإجابة؟ نفكر هو أول من استحضر ماء الذهب وأول من صنع المواد التي تعزل البلل عن الثياب أحسنتم إجابة رائعة عزيزي الطالب أستخدم أكمل الفراغ اعترف بفضله علماء الشرق والغرب فلعل فراغ ما الإجابة؟ نفكر قليلا فلعل جيل اليوم يعترفون بفضله أحسنتم إجابة رائعة عزيزي الطالب أين أدات الترجي؟ اعترف بفضله علماء الشرق والغرب فلعل جيل اليوم يعترفون بفضله أين أدات الترجي؟ ما الإجابة؟ لعل أحسنتم أمير الأطباء أبو بكر الرازي عزيزي الطالب أصل الكلمة في القائمة ألف بمعناها في القائمة ب حجة الطب الخيارات الخيار الأول حدث الخيار الثاني الطبيب الثقة ما الإجابة؟ نفكر الطبيب الثقة أحسنتم إجابة رائعة طرأ طرأ ما الإجابة؟ نفكر قليلا طرأ بمعنى حدث أحسنتم إجابة موفقة عزيزي الطالب أقرأ وألاحظ أقرأ وألاحظ الكلمات الملونة أبو بكر ابن محمد الرازي هو أبو الطب العربي وحجة الطب في أوروبا قديما بدأت حياته بحبه العلوم العقلية وصار جراحا ماهرا تشد إليه الرحال وعرف الرازي بذكائه وفطنته اتبع الرازي في مداوات المرضى طريقة المشاهدة وهذه الطريقة المعروفة بالتشخيص عزيزي الطالب أقرأ وألاحظ الفرق بين الياء والياء غير المنقوطة يكون الموضع صالح لبناء المستشفى المستشفى الألف اللينة أتت على صورة ياء غير منقوطة كما نشاهد الألف اللينة أتت على صورة ياء غير منقوطة لطيب هوائه وخلوه من الملوثات التي التي الحرف الأخير حرف الياء نلاحظ حرف الياء تؤذي تؤذي الحرف الأخير حرف الياء المرضى 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 الألف اللينة أتت على صورة ياء غير منقوطة إذن الياء هنا في التي وتؤذي منقوطة أما المرضى غير منقوطة أنطق أنطق التاء المربوطة هاء عند الوقف قرر بناء المستشفى في الناحية الناحية التي لم تفسد فيها قطعة قطعة اللحم بسرعة بسرعة نفكر نفكر ينبع أحسنتم إجابة موفقة هذا هو درسنا اليوم وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته